مسائل خير يا حلوين عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هنرسم مع بعض بورتري انيمي بروسوس ووية المرة دي هيكون لولد مش لبنت احنا ما بنرسمش ولد كتير خالص في القناة فالنهاردة هيكون الفيديو مختلف شوية لو حبيتوا الفيديو ده ما تنسوش تضغطوا على اللايك وتدعموني وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان فيه فيديو جديد بينزل كل اسبوع وبس كده يلا نبدأ الادارات اللي احنا هنحتاجها في الفيديو ده هنحتاج اقلام وصاص كمان هنحتاج مساحة او استيكا علشان لو غلطنا في حاجة نمسحها واخيرا هنحتاج اداة دمج سواء فرشة او قلم دمج اي حاجة متوفرة عندنا هتفي بالغرض ودلوقتي هنبدأ اول خطر خالص ان انا هرسم دايرة كده بيضوية شوية علشان تساعدني ان انا ارسم البرتري بشكل صحيح وفوق في بداية الدايرة هقوم رسمة منحنة زي ما انتم شايفين علشان نحدد الطاقية للولد لبسها وبعدين هنزل تحت شوية وهبدأ ارسم الانف اللي هو عبارة عن شرطتين كده زي ما انتم شايفين رسمات الانمي بتبقى بسيطة جدا والخطوط يعني بتبقى سهلة مش محتاجة خبرة قوي وهننزل تحت شوية وهبدأ ارسم الفم وبعدين هنزل تحت الفم وهبدأ احدد الفك الصفلي بتاع الولد اللي هو بالضبط عند نهاية الدايرة تقريبا تحت شوية من الفك هنزل كده بشرطة علشان نبين الرقبة وهسحب شوية الفك دلوقتي علشان نحدد الدقن بتاعت الولد وبعدين هقوم رسمة شرطة علشان نبين الاوزن وبعدين هنزل تحت الرقبة شوية وهرسم شرطتين علشان نبين اللبس بتاع الولد و دلوقتي هبدأ احط الشعر بتاع الولد وازبط الخطوط وبعد ما زبطنا الشعر يعتبر كده الخطوط الخارجية للرسمة خلصت هنبدأ دلوقتي نرسم العين بتاع الولد اول حاجة هرسمها هي الحواجب وزي ما انتم شايفين موضوع سهل خالص احنا مجرد ما بنعمل منحنة كده يفوق ناحية العين و هنزل تحت المنحنة ده بشوية وهعمل منحنة كمان علشان نبين الجفن العلوي وتحت المنحنة ده هرسم منحنة برضو علشان نعمل الجفن السفلي تقريبا هي كده العين خلصت بسيطة جدا وسهلة زي ما انتم شايفين و هحط جوه العين دايرة بيضوية شوية علشان نبين القرانية بعدين همسك قلم الدمج او الفوشة اي حاجة براحتك و هبدأ قدمج الظل لناحية العين و هنعمل شرطة هنا علشان نبين فتحة الانف و برضو همسك قلم الدمج وهبدأ حط شوية ظل وبعدين اختياري لو تحب ممكن نحط حلق للولد انا هعمل حلق بسيط جدا عبارة عن دايرة و خلاص دلوقتي بالقلم و رصاص هبدأ اكد شوية على مناطق الظل علشان ندي الشكل شوية التكسيم و بعد ما اكدنا على مناطق الظل هو كده دا الفيديو بتاعنا كان بسيط جدا وسهل يارب الفيديو دا يكون عجبكم شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة